في فقرة ضيف نناقش اليوم تفكيك خلية إرهابية جديدة بالمغرب موالية لتنظيم داعش بكل من الراشدية وتنغيرة عضو هذه الخلية انخرطوا في الدعاية والترويج للخطابات المتطرفة لداعش علاوة على سعيهم لاستقطاب وتجنيد عناصر أخرى تحضيرا لمشروعهم الإرهابي حيث كانوا بصدد الأعداد للتنفيذ اعتداءات إرهابية بالمملكة رحبنا الرباط بالدكتور محمد بن حمو رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية مرحبا بكم السادي ألا وسهلا عبد الله بداية كيف تقرؤون ما هو متوفر من معلومات عامة حول هذه الخلية المعلومات الأولية والمعلومات المتواجدة تؤكد من جهة أن نشاط هذه الخلية هو بمدينة الرشيدية وبتنغير وهي نقطة تفيد بأن هذه الخلايا تسعى في البعض منها إلى الاشتغال بعيدا عن المراكز الكبرى كأنها تعتقد بأنها ستكون خارجة ربما يمكن اعتباره عيون مراقبة الأجهزة الأمنية المغربية ثم هي خلية تنشطه في هذا المجال بترويج للخطاب المتطرف لداعش وكانت تسعى إلى استقطاب المزيد من المنتسبين إليها بهدف الدخول في تنفيذ مشاريع إرهابية بالمغرب وبالتالي هذا يؤكد أن من جهة استمرار يقضت الأجهزة الأمنية المغربية وعملها الدؤوب على مستوى مجموعة التراب الوطني ثم كذلك نجاعت وفعالية السياسة الأمنية الاستباقية ويؤكد من جهة أخرى أن الخلايا الإرهابية والتهديد الإرهابي لا زال دائما قائما وأن هذه التنظيمات وهذه الخلايا تسعى للنيل من أمن واستقرار المغرب وتسعى لبلوغ أهدافها الإجرامية بالمملكة فأكيد بأن ما يمكن اعتباره محطة من محطات الكثيرة لتفكيك الخلايا من جهة يؤكد بأن ما كسبته الأجهزة الأمنية المغربية من خبرة كبيرة وكذلك قراءتها الجيدة لهذه التهديدات الناشئة وتتبعها ورصدها لمختلف الناشطين في هذا المجال فبالتالي في زمن يبدو أن اندحار داعش جعل التهديد الإرهابي ينتشر وجعله كذلك يسعى إلى العودة هل من دلالة لتوزيع الجغرافي للمناطق التي كانوا ينشطون بها وألا يعكس العدد القليل لأفراد هذه الخلية ربما تراجعا في تبني الخطاب الداعشي وانتشار الأفكار المتطرفة أكيد بأن العدد المحصور إلى غاية الآن في ثلاث أشخاص يؤكد تآكل هذه الخلايا وصعوبة كذلك التنظيمات الإرهابية بما في ذلك داعش في تجنيد واستخطاب المزيد من المنتسبين وتؤكد كذلك من خلال الرقعة الجغرافية بأن هناك تحول إلى مناطق في التراب الوطني يعتبر هو من سعوا إلى النشاط فيها بأنها قد تكون أسهل بالنسبة لعملهم أو لنشاطهم ما دامت أن الخلايا التي تم تفكيكها في السابق في معظمها كانت في المدن الكبرى وكانت في غرب أو شمال أو وسط البلاد نحن نعلم بأن تفكيك الخلايا أظهر بأن هناك انتشار لهذه الخلايا على رقع مختلفة ولكن تواجدها في الراشدية وتنغير له كذلك دلالات فهذه الخلايا تسعى إلى أن تجد ملاذات وملاجئ يمكن أن تنشط فيها دون أن تكون تحت مجهر الأجهزة الأمنية كيف نضع تفكيك هذه الخلية وسابقاتها أيضا في إطار جهود مكافحة الإرهاب التي المغرب يطلع فيها بدور محوري أكيد أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف بشكل أوسع أظهرت نجاعتها على مختلف مسوياتها سواء تلك التي تشتغل على المدى البعيد كالتنمية البشرية أو هيكلة الحقل الديني أو تلك التي تشتغل على المجال القريب والمرتبط بالحكامة الأمنية فهي أظهرت في السابق فعالية كبيرة ونجاعة كبيرة وأبرزت إلى الوجود مدرسة مغربية حقيقية في هذا المجال اعترف لها دوليا بهذه المكانة ويشهد لها بدورها الكبير في مواجهة هذه التهديدات الناشئة وخاصة الإرهاب والجريمة الدولية العبر الحدود ولكن باستمرار هذه اليقظة وباستمرار هذا النشاط المكتف وكذلك بهذا العمل الاستخباراتي المهم جدا تؤكد الأجهزة الأمنية المغربية بأنها لا يمكن لمن يهدد أمن واستقرار المغرب ومن يسعى إلى النيل من المغرب أن يكون تحت أي غطاء وفي أي مكان هناك مؤشر أساسي نحن نعلم بأن مجموع التراب الوطني هو تحت اشتغال دقيق وجيد للأجهزة الأمنية المغربية وبالتالي حمايته والنتائج التي يمكن الوقوف عندها تؤكد ذلك في منطقة ربما في جنوب المغرب بالأساس في منطقة الساحل الصحراوي أو حتى في مناطق بشرق حدود المغرب تؤكد بأن هناك غياب ربما لمراقبة أجهزة الأمنية لتلك الدول لمجموع ترابها الوطني وعدم سيطرتها على هذا التراب الوطني لبلدانها فبالتالي هذه نقطة تميز كبيرة للأجهزة الأمنية المغربية التي أظهرت بأنها لها خبرة ولها دراية ولها تجربة كبيرة في هذا المجال هذه دعوني أن أسألك عن واقع تنظيم داعش الآن في الوقت الراهن مع تراجع نفوذه في عدد من المناطق ومحاصرته طبعا على عدة جبهات داعش اليوم انضحرت عسكريا وانتهت سيطرتها الترابية في سوريا والعراق ولكن لا يمكن اعتبار هذه النهاية للسيطرة الترابية لداعش نهاية لهذا التنظيم الإرهابي نحن نعلم بأن العديد من المقاتلين المنضوين تحت لواء تنظيم الإرهابي داعش انتقلوا سواء قبل أو إبانا أو بعد العمليات العسكرية التي عرفتها سوريا والعراق إلى فضاءات أخرى منها أفغانستان واليمن وليبيا ومنطقة الساحل والصحراء ومناطق أخرى ثم منهم كذلك من المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين عادوا إلى بعض مجالاتهم الأصلية سواء بأوروبا أو بشمال إفريقيا أو بغيرها من المناطق فبالتالي هي مرحلة لمحلة داعش ومعها تنظيمات إرهابي أخرى بما في ذلك القاعدة هي في مرحلة إعادة الهيكلة وإعادة التنظيم وأكيد بأن داعش اليوم تسعى إلى إظهار بأنها لا زالت لها قوة ضاربة ولا زال لها حضور وبالتالي هي تسعى الآن إلى يعني الاعتماد على بعض الخلايا النائمة والاعتماد كذلك على بعض المنتسبين إليها أو المتعاطفين معها الذين ينشطون بشكل أحيانا يعني قد يبدو بعيدا عن يعني أوامر المباشرة لداعش ولكن ينحرطون في هذا التوجه الذي يعني بنته داعش خلال السنوات الأخيرة نعم دكتور محمد بن حمو رئيس المركز المغربي لدراسات الاستراتيجية كنت ضيفا من الرباط شكرا جزيلا لك